على كل ختمة القرآن الكريم هذه خصيصة تختص بها منطقة بورزمورة وهي قديمة وقديمة جدا لأن مما اشتارت به زمورة ومنطقة زمورة اشتارت به حفظ القرآن الكريم تعتبر قلعة من قلاع القرآن الكريم وكان الأقدمون وتبعهم متأخرون يحتفلون بختم القرآن الكريم فمن هذا المنطلق فالمسلمون عندنا في منطقة بورزمورة يحتفلون بختم القرآن الكريم بتوزيع هذه التمور أو غيرها على كل حال الختمة هذه عادة متوارثة منذ القديم منذ دخول العثمانيين إلى بلد زمورة وتورثها الأباء عن الأجداد فيما نقول من جيل إلى جيل ونحن الآن بسدد محافظة عليها ونقلها إلى الجيل القادم حيث تتم العملية من بداية أول شهر رمضان حيث كل الموصلين يساهمون بمبلغ معتبرا من المال وتصار اللجنة الدينية على جمع القيمة المالية ومن ثم شراء مادة التمر ترجمة نانسي قنقر